اشتركوا في القناة بعد انتشار مرض الحمى القلعية في الماشية لجأ كثير من المصريين إلى بدائل البلورتين خاصة الأسماك وما أدى إلى ارتفاع كبير في أسعار الأسماك والدواجن نحن الآن في أحد أسواق الأسماك في منطقة المنيب نحاول معرفة التدعيات المترتبة على انتشار مرض الحمى القلعية في الماشية وانعكاسه على أسعار الأسماك أسر حضرتك هل هناك حركة كبيرة في سوق الأسماك خلال أيام اللي فاتت الحركة كبيرة بس ساتك يعني هي بلدو الأسعار اللي تفع دي مرة واحدة عملت ترب جامد في الأسعار بلدو في الجو بلدو بغبت شوية يعني أنت شاف أني آآ الناس الآن تبتلجأ للأسماك بعد انتشار الحمى القلعية أليا بتددد السمك للنسل السمك بس إيه هي البضاعة غالية غالية البلدو الترفع جامد وده الترفع جامد وكل حاجة الترفعت عن سعرها أسر حضرتك يا حاجة أنت الآن في سوق الأسماك اللي أنت جاية للأسماك هل أنت دايماً تحب تناول الأسماك ولا بسبب مرض الحمى القلعية لجاة للأسماك والله هو طبيعي الأسماك بتبعيتها فيدى كالسوم فوسفور بتشيء في طبيعي الناس بتفيد يعني يمكن بلوقتي بنسمع برضو الفراخ ممكن يكون ما عرفش العلب بتاعها ما عرفش مصامبان ما عرفش إيه لكن الأسماك على المدى التويل بعرف إن هي طبيعتها إنها بتكون أكلها طيب يعني مؤمن أو نأمله نأمله على قدر كلك يعني يعني أنت شايف أن السمك هو الملاذ الآمن للمستهلك في ظل مثلاً انتشار بعض الأمراض وبرضو في ارتفاع الأسعار برضو في نفس الوقت لو حابنا نقولها يعني ممكن الأسعار برضو اللحمة في ارتفاع مستمر الفراخ في ارتفاع مستمر السمك إلى حد ما ممكن يكون هو على المستوى المعيشي للمصري مهوت شوية طيب أنت شايف أن سعر السمك ارتفع شوية في الأيام الأخير أو لا؟ هو شيء طبيعي إن الأسعار في كل يوم بتغير الشمال ويمين ده شيء طبيعي يوم تحت هنا ننتج إلى مستهلك آخر أسأل حضرتك حاج هل أنت يعني دايماً بتحتاج على شراء السمك ولا الأيام ديت بسبب مرض الحمى القلعية لجاة الأسماك والله هو طبعاً بسبب الحمى القلعية فأمن حاجة لنا السمك فلازم تاكل السمك تبقى حاجة مضمونة على علم السمك فوش أمراض وعمره ما بيحمل أي مرض ولا هي حاجة غير الانفراخ غير الطيور غير اللحم كلها بأنواحها ففترة اللي جادي كلها تلاقي مواصم الناس نزلة للسمك لأنه هو أفضل حاجة في السوق طيب أنت شايف الأسعار حالية بتاع الأسماك هل حصل فيها تغير بعد مرض الحمى القلعية ولا الأسعار ديت أسعار يعني كانت موجودة قبل أسبوعين مثلاً والله هي الأسعار طبعاً ارتفعت بعد موضوع الحمى القلعية ارتفعت سعر السمك بكفاته يعني حتى الأسماك اللي كان بيتيجي مستوردة ما عادش فيها سمك بيتيجي مستوردة بينزل الأسواق فإضطار ارتفاع أسواق البلطي بتوصل نارد 16 جنيه و18 جنيه بتسمع أسعار طبعاً متفوتة جداً ده بسبب بحيث تصدير عدم وجود تصدير من الخارج جاي من خارج مصر فطبعاً ده عمل مشكلة في النسبة أسواق السمك فارتفعت معظم الأسعار الأسماك شخص يا زيلاك لنتقل إلى أحد التجارة الكبار هنا في سوق منطقة المونيب لنرصد معه أسعار الأسماك معلم رجب أسألك يا ريت يعني أكيد أنت كتاجر أسماك أكيد حصل تغير في أسعار الأسماك خلال الأيام الأخيرة نعم الأسعار الأسماك اللي موني لفاته كان فيه نوة في البح وموني الساعة دول أسرع الزريعة في المزارع نفسها الزريعة كلها ماتت في قلب المزارع طبعا قلت السمك خلت السمك بقى ليل وفي نفس الوقت برضو بيصدروا السمك للبرة المفوضة في الجو اللي احنا فيه دا ما يصدروا السمك النهاردة كيلو البولت يعمل من ستاشر إلى تمانتاشر جنيه طب يعني هل مرض الحمى القلعية اللي انتشر في الماشية أثر على أسعار الأسماك كلها برضو من دمن برضو سبب الأسعار برضو اللي زادت للناس النهاردة اللي كانت بتاكل لحمة بقى بيخش على الأسماك على أساس هيشوب بديلي ما فيش غير بديلي للأسماك هو للأسماك أما تبسل حضرتك يعني يريد يعني ترصد لنا أسعار الأسماك الموجودة لديك يعني من هنا الجنباري وال الجنباري هنا يعمل 85 جنيه حضرتك وجنباري دي يعمل 70 وجنباري دي يعمل 100 جنيه والبولت يعمل تراح سعره من 16 و18 مكرون البلد ب30 جنيه السببت ب60 فيه فلي بولت ب40 فيه فلي أشربات ب70 جنيه فيه فلي اللي هو المسارد ب20 جنيه وفيه فلي لهو الأحمر ب20 جنيه أده الأسعار اللي هي مشابة السولة حلال الوقت اللي احنا فيه دلوقت يعني حان Ide طب يعني أنت شايف أن الحركة في آآ سوق المنيبالة حركة يعني حركة ضعيفة مازالت ضعيفة للسواء بأن دلوقتي أكتر من أسبوع العشر طيام، ما فيش بيع على الشري ما فيش حركة خلاص السمك غالي ما فيش بيع على شري يعني أسعار غالية وما فيش بيع على شري يعني لو في بيع على شري هي بقى ويفسر كيلو البلطة عشرين جنيه او خمسة عشرين جنيه شوكا يا زيلا ننتقل الى يعني اه ربما مرتد اخر لسوق اه انت جاية تشير السمك من ولا? جاية الشيلا بس اصحان ما ورناها نهار كنا بناخد الكيلو باثناشر جنيه و تلاتاشر جنيه نهار ده الكيلو التعمان بستاشر والحلو باثنين وعشرية اه اه اضيع في اعتبر. طيب انت شايف ارتفاع الاسمك بسبب ايه? طيب الناس اقبلت لوعة على السمك وكلو خايف من اللحمة والمرض الحمى القلعية. الناس بطلت اللحمة كله جار على على الاسماء. فالاسماء والله انا غالي عشان كده. فالواحد اه خايف من مرض حمى القلعية فكلو بيقول لك اخد سمك. شوك يا زيلا ننتقل الى مسالك اخر. اه حضرتك اه اه اجاي سوق المونيب عشان تشيل السمك ولا عشان ايه? اه والله انا سمعت على الحمى القلعية داية وطبعا الاسعار كلها غالة زي ما انت شايف. فعلا انا معاي اربع عيال المواغزة. نهار ما اجيب لهم اجيب لهم ايه مسلا. اقول كلو ونص بيجيب بالكتر اوي. اه. دلو كل واحد خد له سبكاية. ايه اشباح هم بقى. كلو ونص دهات المواغزة بيقول لك باربعتشار جنوب خمسشار جنيه. خمسة واربعين جنيه كلو نص. هيعمل ايه خمسة واربعين جنيه بقى. في طاقة واحدة. كل واحد ياخد نص مكاولة سمكاة ونص. انت شامل الاسعار ديت يعني اه لا تتناسب مع دخول المصريين. ما تتنزلش عن انا راجل ارزاق المواغزة نجار مسلح لمواغزة. راجل ارزاق باشتغل يومين تلاتة في الاسبوع. وجوه مراح في البلد زمان تعارف. اجيب منين بقى المواغزة واقل يعلم منين. وحاجة بقى بالعقل يطلع اسرق بقى المواغزة. يطلع يعلم المدارس وشغالهم. هل مرض الحمى القلعية في الماشية خلاكم تشتروا السمك ولا? لا لا مش عشان كده. والحمد لله الموضوع مش منتشر في الجيزة خالص يعني. احنا ما شفناش حاجة وكل الجزارين فاتحين عندنا ما فيش مسمعناش عن المرض منتشر. يعني من خلال يعني تتبق اسعار السمك النهاردة. هل انت شاف ان في ارتفاع في اسعار السمك مقارنة مسلا بالاسبوعين الفات ولا? لا لا احنا جينا قبل كده في نفس شهر او قبل اسبوعين تقريبا كان نفس الاسعار اللي احنا بنسأل شفناها النهاردة يعني. ما فيش اختلاف يعني موضوع الحمى القلعية ما اصلش على الاسعار. الاسعار زي ما هي يعني سبتها طبعا. يعني سألنا بعض المواطنين وبعض التجار قالوا ان انتشار مرض الحمى القلعية خلى المواطنين يلجوا الى الاسماك على سنها يعني الملاذ الام اليوم. اكيد طبعا ده كده عايب اعمل مؤثر في ان الناس كلها تلجي الاسماك بالفترة حالية خوفة يعني احتياط خوفة من انها بيكون في اللحوم. دي المبلغ فيها يعني يعني احنا ما شفناش اي حاجة عندنا احنا من الجيزة وما شفناش ولا المرض منتشر بالضريقة اللي انتو بتبلغوا بيها يعني. هي مش مبلغة بس يعني 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 هناك مساببات كثيرة تؤدي الى ارتفاع الاسعار. من بينها مسلا نقص المعروض آآ مقارنة بالمطلوب. من بينها مسلا آآ في مخاوف مسلا من الامرادية. الظروف اللي احنا فيها احنا ملت في صورة والطبيعي ان يكون في بعض النقص وبعض المغالف الاسعار من التجار. الحكاية مش ازمة يعني. ان شاء الله ما فيش ازمة في مصر بازن الله. شكرا جديدا. ننتقل الى تاجر اخر. اه يعني ان. ماشي. طب انت شايف الحركة بتاع السمك اه في السوء السمك. حركة يعني اه كتير عن الايام الفات ولا الحركة زمائية. الحركة زمائية ضعيفة برضو مزايش الاول. مزايش الاولي اه جو كله مريح برضو في السمك والبضاعة خفيفة. والسمك حاليا برضو غاني. طالما اه طالما البضاعة خفيفة السمك غالي. شكرا يا دينا. ننتقل الى مواطنك. اه انت جايز سوء نارد تشير سمك ولا ايه? اه. طبيعي رايك في الاسعار عاملية? انا لسه مشوفتش. لسه. طبيعي اللي خليك تشيري سمك نارد? اي حاجة نغير عشان اللحمة خفين منها. خب من اللحمة ليه? عشان بقولك فيها فيرس. اه? فيها فيرس. فيرس في اللحمة? اه. يعني اكيد. اه. شكرا يا دينا. يعني هكذا بدت اراء عينا من المواطنين هنا في احد اسواق السمك في منطقة اه المنيب وانعكاسات مرض الحمى القلعية في المشية على اسعار السمك كاحد اه البدائل بعد عزوف المصريين عن تناول اللحوم.